اليوم احنا في ظرف استثنائي في العراق نتيجة تداعيات ما بعد 2003 حارب على داعش القاعدة الظروف الداخلية اللي مر به العراق سمعة العراق صافة الكثير من الخدش مره بسبب سياساتنا ومره بسبب ظروف اقليمية ودولية مع الاسف شديد اخترات العراق موقع لتصفية الحسابات اليوم في هذه الحكومة وخلال الفترة القصيرة نجحت وزارة الخارجية العراقية عن طريق الوزير وعن طريق قادر الوزارة وبدعم الحكومة بتغيير كثير من صورة العراق علينا استثمار هذه الفرصة لكي نخدم الواقع العراقي الواقع الاقتصادي والاجتماعي لدينا فرصة تاريخية اليوم العالم يشهد تحديات كبيرة وعقد كبيرة والمنطقة التعاني من صراعات عبثية وغياب الحكمة في التعاطي مع كثير من ملفات تحديات كبيرة لغة السلاح هي اللي يبدو الطاغية على حساب لغة الحوار فالحوار والدبلوماسية هي القوة الحقيقية لحماية الناس والابتعاد عن الحروب الدبلوماسية هي الفرصتنا الوحيدة للخروج من الإزمات ومن دوامة الصراعات في المنطقة والابتعاد عنها ولا بديل عنها لأن البديل عن الدبلوماسية هو الجنون والحروب والخراب الذي عانت منه دول منطقة والعراق ما يخفى عليكم اليوم شوفون في مجتمعنا مع الأسفة شديد من زمن البعث وعام 2003 أو لحد الآن الظواهر مسلحة على عسكر في المجتمع ظاهرة واضحة في عيون عراقيين أجب أن نغادر هذه الظاهرة فأجب أن يكون هناك الدبلوماسية والاقتصاد والتنمية هي البديل السلاح ميح المشاكل ولهذا الحروب بدايتها سهلة ولكن صنع السلام أصاب فأجب أن نغادر هذه المرحلة وتكون الدبلوماسية هي الحال في التعاطي قبل أيام نعينا إلى حوار وطني شامل ونريد من هذا الحوار أن يكون على مستوى وطني ويشمل الجميع لما عندنا خيار غير الحوار البلد بمشاكل كثيرة في تحديات فما عندنا خيار يحل اسمه غير الحوار هناك كثير من الشعوب العالم التجأت إلى تجارب فرض الإرادات أنتجت حروب أهلية وانتجت فوضى وانتجت مهجرين ولاجئين وفقر وبؤس يجب أن نتخلى عن لغة فرض الإرادات إلا بلغة الحوار الحوار الدبلوماسي الهادئ كان على الصعيد الوطني أو على الصعيد الخارجي يجب علينا جميعا خلق خطاب وطني عراقي جديد موحد ننطلق منه إلى كافة المستوىات على الصعيد الوطني والمنطقة وقد نجحت الدبلوماسي العراقية في الأشهر الأخيرة عملنا بكل نشاط لكي نفتح الحوار الاستراتيجي معيوات منتح الأمريكية وكذلك نجحنا ما لم يحققه السلاح نجحنا تحقيقه خلال فترة خصيرة جدا نجحنا خلال أشهر بسيطة من إخراج 60% من قوات القتالية الأمريكية من العراق 60% وخلال أشهر بسيطة البعض كان يحتقد منه وطلب منه أنهم استعدين للموافقة على خروج هذه القوات خلال فترة طويلة نحن نجحنا خلال فترة قصيرة من طريق الحوار بتحقيق بعض مطالب الشعب العراقي بنخرج القوات القتالية ركز على كلمة قتالية من العراق والآن نتقلنا إلى مرحلة جير من حوار استراتيجي وسوف تبدأ قريبا المرحلة الثالثة لكي نستفاد من حوار في عملية عادة انتشار هذه القوات خارج العراق وكذلك استفادة من التعاون الاقتصادي والثقافي والتعليم والصحة وكذلك لدينا علاقات متميزة لها مع دول جوار مع الجيران العرب مع الجيران الإيرانيين ومع الجيران الأتراك أن علاقات جيدة وهناك مذكرات تفاهم وهناك اتفاقيات لتطوير الاقتصاد السياسة لا تحكمها العقد ولا تحكمها الكراهية تحكمها المصالح أجب نفكر بمصالح بلدنا وكيف نحول التحديات إلى فرص نجاح ورغم كل الخلافات الموجودة في بعض الملفات نجاحنا بسياسة التوازن مع دول الجوار جميعا بدون استثناء لدينا غرض خرق فرصة تاريخية إلى العراق فعلينا ناخذ العراق بعيدا عن الصلاعات ونخلق منه جسرا للتواصل والتعاون مع الآخرين منذ فترة طويلة كنت مؤمن بطرح فكرة والحمد لله نجاحنا بيها وطرحناها في زمن حكومة الدكتور السيد العبادي وطرحناها في الحكومة السابقة ونجحنا بيها هي فكرة المشرق الجديد المشرق الجديد هو عبارة عن علاقات اقتصادية اجتماعية وليس حلفا أو تحالفا أبد هي علاقة ذو بعد اقتصادي العراق المملكة الهاشمية الأردن وجمهورة مصر العربية ونعمل الآن على تطبيقها من إيجاد مصالح مشتركة واسعة خيرات كهذا البشر في هذه الدول ثروات شنون نستغلها نحول نفسنا إلى فرصة نجاح والآن العراق العبدالر محوري في هذه العلاقة كما لدينا اليوم علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية وجميع دول خليجي الأخرى ومعظوم باستثمار عديد من ملفات الصناعة والاستثمار والزراعة والطاقة ومن التفاقية قبل فترة قريبة هو ربط السكك الحديدية بين العراق وجمهورة إيران الإسلامية والهدف من الربط هو الوصول إلى شمال الصين القطارات غيرت وجه أوروبا بالكامل بدأت من إيطاليا انتقلت إلى فرنسا وبرطانيا غيرت وجهه العالم كله العراق في عام 2021 ما عند ربط سكك خارجي كان في السابق حلم المشرق هو ربط سكك بغداد بلين وكان هناك ربط حلب ولكن بسبب الحروب بسبب الدمار هذه المشاريع أصبح جزء الماضي الآن العراق يحاول استعيد دوره ولهذا نجحنا بربط السكك الحديدية النقطة الأخيرة اللي آني يهمني جدا أتكلم بيها هي ملفات العلاقات مع دول الجوار مهم جدا هذا الملف ينشط من غير معقول يكون عندنا تبادل دجاري بسبب تخصير في بعض الملفات أو الفوضى لصالح العراق أكو دول اليوم تبادل دجاري لصالحها بنسبة 90% ليش مطلوب يكون تبادل دجاري متوازن يجب أن يكون لمصلحة الطرفين مون طرف واحد عند تبادل دجاري مع بعض دول ومصلحة 16 مليار مقابل أقل مليار لعراق مطلوب تنشيط هذا الملف أعرف أتكلم معنات بعض الوزارات العراقية في المتابعة أتمنى أن تحثون أخوانكم في الوزارات على تجاوش هذه الأزمة تحثون أخوانكم تحثون أخوانكم